فجأة كمان تطلع تلاقي واحد يبقى قاعد في البيت فجأة تلاقي حاجة اسمها القرعة الموجهة لكاس مصر معنى بقالها عشرين سنة تقريبا بنفس النظام هو ده النظام اللي مش محدش اعترض غير السنة دي تعرفش ليه هل السنة اللي فاتت نادي القالي قال مثلا يا جماعة هو لزا مالك هو لزا مالك مش طرف لكن هو لزا مالك لعب المطشاط دي كلها اللي هو الكاس اللي احنا بنلعبه ده مبارح او اللي لعبنا فيه مبارات ومبارح ضد البيراميدز زا مالك وصل للنهاية وهو بلعب معظم الفرق اللي لعبها اعتقد معظمها درجة تانية ولكن اي اي مشكلة وخلاص اي حاجة داري بيها على اللي بيحصل عندي في نادية وفي رقتي اي مشكلة اعمل اي حاجة عشان اطلع بطل والناس لطلع تسقفلي والجمهور يمشي ورايا جمهور الغلبان اللي نفسه بيحب فريقه مهما كان الاسم فريق يعني جمهور بيحب فريقه فحيجري ورايا وراك كلمتين وراك الشجاعة واننا هنسحب ومش هنسحب والكلام اللي حضراتكو سامعينه ده شمعنا دلوقتي الكلام ده بيحصل ما حصلتش قبل كده ليه حاجات الحقيقة تخليكوا انت واقف متدايق جدا من اللي بيحصل هذا هو حال كرة القدم المصرية اي حد عايز اي حاجة يطلع يقول اي حاجة علشان ضد النادي الاهلي او مع النادي الاهلي ضد النادي الاهلي انا اسف علشان اسهم تزيدي بيحة واحد تاني وانا عارف هيطلعوا ده قد يقولك ويشتموا فيها ويعملوا فيها وينتقدوا كلامي والكلام اللي حضراتكو عارفينه انا بفرقش معايا الحقيقة لانه انا بتكلم كرياضي انا بتكلم كواحد بتاع كورة شفت الحاجات دي كتير وعارفين اللي بيحصل ده ايه والكلام ده اللي انا بقوله لحضراتكو ده بيدور في الغرف المغلقة ما بين الناس اللي انا بتكلم مع حضراتكو عليها دي احنا احنا عايزين نزخن الدنيا شوية عشان الناس تمشي تتحرك شوية في موضوع البيع والشراء اوحيط ربنا الكلام ده بيحصل انا معنديش دليل بس الكلام ده بيحصل انا يعني سمعته مش عايز اقول لحضراتكو ازاي لكن جماعة عايزين ننظر لشكل كرة القدم المصرية خلال الفترة اللي جاية عندنا مشاكل كتيرة جدا عايزين نشوف اللي حيحصل للفترة اللي جاية مش كل حاجة النادي الاهلي مش كل حاجة ضد النادي الاهلي مش كل حاجة نواقف لا هنطلع بقى و هنتكلم بمنتهى الصراحة و هنقول و في وش اي حد ما عنديش اي مشكلة لانه بنتكلم بالادب و بالاحترام و كل الناس على دماغنا من فوق و عمرنا ما بنغلط في حد ولكن ما بتوصلش بقى للدرجات دي كل واحد يطلع عنده كلمتين يطلع يقول اصل الاهلي عايزين نطور التحكيم يا جماعة التحكيم لكل الفرق بقى للتمنتاشر فريق مش النادي الاهلي بس كل التمنتاشر فريق اللي في الدوري الممتاز نفسهم التحكيم يصل الى مرحلة جيدة علشان الناس تقدر تلعب و هي مستريحة لganصرت